تعليق المشاورات اليمنية في الكويت دون تحديد موعد للجولة المقبلة مع إمكانية استضافة الكويت لها هذا ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد فيما أشارت مصادر العربية إلى أن المشاورات ستستأنف في الكويت بعد شهر المبعوث الأممي الذي رحب بقرار وفد الحكومة اليمنية العودة إلى الكويت من أجل متابعة مشاورات السلام أكد على أن الأزمة اليمنية طاغلت ولم تعد تحتمل المزيد ولد الشيخ أحمد ألمح إلى تلمسه بعضا من المرونة من قبل وفد الإنقلابيين خلال اليومين الماضيين فيما يتعلق بالغضايا الأمنية والانسحابات وتسليم السلاح معلنا عن عقد جلسة ختامية يوم غد السبت وبيّن أن هناك جهود تبذل لإصدار بيان مشترك يتضمن النقاط التي تم التوصل إليها مصادر العربية قالت في هذا الصدد إن البيان الختامي سيشمل الاتفاق على عقد جولة جديدة من المشاورات فضلا عن استمرار عمل لجان التهديئة العسكرية في البداية وأوضح المبعوث الأممي في جولة الافتتاح على خمس نقاط وخرجت هذه الخمس النقاط بمشروع الاتفاق الذي طلعتم عليه والذي طلع عليه العالم بأجمعه هذا الاتفاق اعتبر أنه إذا لم يتم التوافق عليه أو التوقيع على الاتفاق من الطرفين في نهاية هذه المشاورات فسوف تأتي مرحلة جديدة من المفاوضات ستكون بعد إنهاء هذه المشاورات المفاوضات التي انطلقت قبل أكثر من تسعين يوما في الكويت عاشت حالة من الشد والجذب وتخللها أوقات عصيبة حيث تعثر الأمل بالتوصل إلى سلام دائم يوقف جنون الحرب أكثر من مرة نتيجة لعرقلة وفد الإنقلابيين لكل المبادرات بما فيها مبادرة الفرصة الأخيرة التي أطلقها المبعوث الدولي حيث رفض الإنقلابيون التوقيع عليها بينما سارع الوفد الحكومي من جهته إلى التوقيع حقنا لدماء اليمنيين راشد العيد العربية